في مصر النار رد السلام على رئيس ستة عفاة فرادي وصلى على النبي ونبدأ الحدوثة دي من أولها خالص في وقت أعلن في ترامب المجنون أن القدس عاصمة أبدية لإسرائيل وأعلن فيه أيضا أن الجولان جزء من الأراضي الإسرائيلية اللي هم شواتنا الصابين وحرمية وعصابات استولت على جزء من الأراضي العربية في الوقت ده ولأول مرة بتنعاقد قمة عربية بيحضرها مجموعة من الملوك والأمراء والرؤساء القمة موقعها تونس وهذه القمة كان مفروض الحقيقة تطمق يعني تطلع قرارات تتحدى بها ترامب ونعمل بقى عن تريات حقيقة ما قتلت زبابة على رأي نظار قباني لكن القمة اللي الحقيقة ما كانتش يوم عشان أبقى معك حقيقي القمة ما استمرتش إلا ساعات قمة التلفزيون مجموعة من الزعماء العرب والأمراء والملوك اجتمعوا كده في لقطة وقعدنا جنبه بعد ومشوا مين أمين عام جامعة الدول العربية للأسف هو أحمد أبو الغيت ولا أدري كيف أنجبت الدبلوماسية العربية واحد زي أحمد أبو الغيت الدبلوماسية المصرية وهي الدبلوماسية عظيمة على فكرة وأنا ما بقى جاملش الدبلوماسية المصرية مدرسة عريقة وعظيمة كيف تخرج منها واحد زي أحمد أبو الغيت وتبوأ منصب وزير خارجية ما كان إسماعيل الفقامي ومحمد أبو الغيت كامل واسمه إيه ده هو رياض يعني ما كان ناس عظماء قوي إزاي ده بقى وزير خارجية ثم أمين عام جامعة الدول العربية طيب في هذه القمة الحقيقة أمير دولة قطر الأمير تميم انسحب بعدما ألقى كلمة الملك السعود الأمين العام جامعة الدول العربية تكلم خب بعضه الأمير تميم وانسحب مش نشوف اللقطة دي مع بعض كده حواضر وأغلى المدن العربية على نفسنا لا زالت تعيش في ظلال الخوف وتحت تهديد الميليشيات والجماعات الطائفية والعصابات الإرهابية وجميعنا يعرف أن الحلول السياسية هي الكفيلة وحدها مع نهاية المطاف بإنهاء النزاعات وجلب الاستقرار فلا غالب في الحروب الأهلية وإنما الكل مغلوب المهزوم مغلوب والمنتصر نشوف اللقطة التانية أمين العام جامعة الدول العربية ده بيلقي كلمة والأمير تميم أهو هيكلم كمل كمل فجأة بتقطع الكاميرا على الأمير تميم بيقوم ويتحرك من مكانه ويمشي وبعدين بيرتبك أحمد أبو الغيط لأنه شاف الأمير تميم وهو قايم أهو أقف فينا علي أقف فينا قام الأمير تميم مشي كلم الراجل لجنبه ده وخط بعضه ومشي قام مشي ارجع بقى كمل قبل ما ترجع شوف بقى أحمد أبو الغيط لما هيهتز وبيرائب خروجه نشوف كده آه بص استغرب جدا هو إيه اللي حصل وارتبك الحقيقة تصرف غريب جدا من الأمير تميم جدا تصرف عجيب شوية هنمشي معاك واحدة واحدة بس أرجوك لا هو دفاعا عن الأمير تميم ولا كراهية في أي حاجة هنتعامل مع الموقف زي الجرحبة بيتعامل مع العملية الجرحية الأمير تميم خرج بالطريقة دي الصحف المصرية كلهم سابوا القمة وسابوا إجراءات القمة وقرات القمة وكانت الحفلة كلها على خروج الأمير تميم بالشكل ده اخذنا بس منشتات الجرائد دي كيف فضح هروب تميم من القمة العربية النظام القطري أمير قطر وجد نفسه مجرد ديكور الكلمات أكبر منه ففضل الانسحاب بعد خيانته لجرانه العرب ولم يتحمل الهجوم كلمات أبو الغيت ضربته في مقتل أمير قطر يغادر القمة دي كود يجارات مصرية تهديد العصابات الإرهابية لماذا غادر أمير قطر القمة العربية خلال كلمة أبو الغيت تميم الهارب لماذا غادر أمير قطر القمة العربية بشكل مفاجئ عمر أديب أمير قطر غادر القمة العربية خوفه من الأتراك عمر أديب ساخرا من تميم أمير قطر بقى قزافي جديد اللي بعده اديهي عن هروب أمير قطر انت جرسومه بالوطن العربي حفلة احنا نسينا القمة يلا كمل 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 وقولي عبد بنعم سعيد عن مغادرة أمير قطر للقمة العربية عدم نطج سياسي أنا هنسى الزعران وأزعر في اللغة يعني الحقيقة شعره هايج وكشف لحمه مكشوفه ما عندوش لبسه بيتحرك فيه طائر كده اسمه الأزعر بيتحرك بسرعة كده فأنا هنسى الزعران دول اللي هم الديهي والحراء صفحة الزبالة دي هننساها هنتعامل مع واحد عائل اللي هو مين عبد بنعم سعيد ده كالرئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية اللي بيصف ان خروج الأمير تمين بالشكل ده عدم نضوك سياسي حلوة قوي نقف هنا بقى ونرجع بقى بالذكرة الورا مين هو اللي عمل نفس الحركة دي قبل كده مين سن السنة السيئة دي لو هي سنة سيئة وعدم نضوك سياسي معلش يا علي هات عدم نضوك سياسي كده عشان بس الناس تفتكرها عدم عبد بنعم سعيد عن مغادرة أمير قطر للقمة العربية عدم نضوك سياسي حلو قوي مين اللي سن السنة دي بقى ارجع بالذكرة تكورا لقمة القمة العربية في البحر الميت في الأردن اللي كان يرقصها جلالة الملك الملك عبد الله خلاص مين اللي مشي في القمة دي أفكرك إلعب يا معلم أثناء ما الأمير بيتكلمه الأمير تميم إحنا هنا في البحر الميت اللي هو في الأردن الأمير تميم بيلخي كلمة فجأة هب 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 بس وقفنا مين اللي مشي ده ده السيسي ده السيسي وسامح شكري والوفد المصري كله السيسي والوفد المصري كله انسحب أثناء كلمة الأمير تميم فالسؤال الآن إذا كان انسحاب الأمير تميم بالأمس من القمة عدم نضج سياسي أو السادة عبد المنعم فكان أولى بيك إنك تصف أيضا انسحاب السيسي في قمة البحر الميت بأنه برضو عدم نضج سياسي ولا هي الحركة تبقى حلوة لأن السيسي عملها وتبقى سخيفة لو حد غيره عملها يعني لو أن الملك سلمان هو اللي عمل الحركة دي كانت تبقى عادية يعني ما تبقاش عدم نضج سياسي لو أن مثلا الرئيس التونسي هو اللي عملها لو أن الملك عبد الله ملك الأردن هو اللي عملها ما كانتش تبقى أي حاجة عادي كده تعدى كده عادي بس لما يعملها أمير قطر تبقى عادة من نضج سياسي لكن لما يعملها السيسي يوم ما عملها السيسي خرجت زعران والعيارين دول نفسهم نفس صفحة الزبالة بأن السيسي يلقن الأمير تميم دارس انسحب أثناء كلمته السؤال ما هو التصرف واحد وفي القمة العربية واحدة صحيح المكان مختلف هنا البحر الميت في الأردن هنا تونس لكن التصرف نفسه واحد ليه بقى بيتسمى الأسماء بغير أسماءها لما يعملها السيسي ولما يعملها الأمير تميم تبقى بقى هرب ومش عارف يعملوا إيه دول إعلاميين ومثقفين السيسي ببساطة جديدة جدا دول الإعلاميين بتوع السيسي دول اللي السيسي الحقيقة أفرازهم مش السيسي يعني دول إفراز عصر مبارك دول جايل لهم جايل للسيسي كده من عصر مبارك ودول راكبين مع أي حد فالسؤال بقى لما دول هم اللي راكبين ودول اللي بيأكلوا باربعين ألف مكيال نفس الحركة السنة دي ما عملهاش غير السيسي ولما عملها السيسي كانت بطولة أما لما عملها تميم فبقت هروب وخفم الأتراك وعدم نطج سياسي معنا حركة واحدة الإعلاميين دول هل يجب أن يطلق عليهم إعلاميين هل يجب أن يطلق على دول أنهم مزعين أو صحفيين أو رؤساء تحرير طيب لما هم أصلا زبالة أنت عايز لهم حرية ليه دول لا يترعرعوا إلا في هذا المناخ والسؤال ده مش بسأله لحضرتك السؤال ده بسأله للأستاذ عماد الدين حسين اللي بيشتغل كاتب في جريدة الشروق اللي هي زيهم انت عايز الحرية في إيه ليهم الحرية دي يعوزها كاتب مبدع الحرية دي يعوزها واحد عنده كرامة الحرية دي يعوزها واحد زي العقاد يقول للملك إن المجلس مستعد للصحقة أكبر راس في البلد الحرية دي يعوزها واحد زي طه حسين ويلطش في 30 مزارة ويتحكم عليه ويترفض من هنا ويترفض من هنا الحرية يعوزها واحد زي نجيب محفوظ الحرية يعوزها واحد زي بليغ حمدي الحرية عوزة واحد زي مكلسوم الحرية محتاجة مبدع إنما الإمامة الزبالة لا تكبر ولا تنتشر إلا في ده السؤال لأستاذ عمال حسين أنت عندك إعلام أصلا لما ما عندكش إعلام عايز حرية ليه ليه ده اللي كاتبه النهاردة عمال الدين حسين اللي الحقيقة وصل به الأمر إلى أن يتسول الحرية هامش الحرية سوريا كاتب مقال عن مستقبل الإعلام بيتسول فيه من السيسي زي الموظفين اللي بيتسوله 600 جنيه كده هو بيتسول فيه من السيسي هامش الحرية اللي كان أيام مبارك يعني تقدر تسمي المقال كده ببساطة ولا يوم من أيامك أبو علاء نسمع كده جزء من مقال مستقبل أو واقع الإعلام نعرفه فماذا عن المستقبل عمال الدين حسين واقع الإعلام نعرفه فماذا عن المستقبل عمال الدين حسين موقع الشروق أما المشكلة الأعمق التي تضرب الإعلام العربية في مقتل فهي مشكلة المحتوى كنا في الماضي نغضب ونحزن بل ونتبطر على تعبير هامش الحرية الآن صرنا نحلم ونشتاق ونتمنى هذا الهامش في العديد من البلدان العربية صارت غالبية الصحف والفضائيات العربية نسخا مشابهة مكررة ومملة غياب الحرية وجه إليها ضربة شبه قاتلة تحتاج وقتا كي تشفى منها القصص والحكايات عن الصعوبات المتعلقة بتراجع الحريات تكاد تكون واحدة مع اختلافات في تفاصيل بسيطة وبالتالي فإن هناك ما يشبه الإجماع على تشابه المقترحات والأفكار للخروج من هذه الأزمة وفي المقدمة منها ضرورة توافر الحد الأدنى من هامش حرية يتيح للصحف والفضائيات والمواقع الإخبارية أن تكون مختلفة حتى يمكنها جذب العدد الأكبر من المواطنين العرب بدلا من هروبهم إلى الفضائيات التابعة لقوى التطرف والظلام أو إلى وسائل إعلام أجنبية وبالتالي فإن الحديث عن أي مستقبل أفضل يصعب تصوره تماما من دون تغيير هذا الواقع المؤلم ولو قليلا فهل من مستمع ومستجيب؟ الحقيقة عماد حسين بيتسول من الجرز من الجعر عبد الفتاح السيسي وعباس كامل بيتسول منهم هامش الحرية اللي كان موجود أيام مبارك وبيقول أنه يا جماعة الدونة هامش حرية بدلما الناس تهرب أو خلي الناس ما تقبلش على جرهيدنا وأخبارنا وتلفزيوناتنا ويهربوا إلى الفضائيات التابعة لقوى التطرف أعتقد أنك فاهم وبيتكلم على مين ثم في آخر المقال بيسأل بيقول فهل من مستمع ومستجيب؟ يعني سمعتنا يا سيسي ادينا هامش حرية ادينا حتة حرية بشلن السؤال بقى هو الأستاذ عماد حسين وإخواته من الزبالات دول لما كان عندهم هامش حرية كانوا بيعملوا إيه؟ يا تارا كانوا يقدروا يقولوا لمبارك يا مبارك أنت مثلا طاغية أو يا مبارك أنت مثلا أولاد مثلا يعني تعالى شوف أيام هامش الحرية كانوا بيكتبوا إيه لمبارك في الأهرام برضو في مبارك في الأهرام كتبوا أو هم كتبوا مبارك أكثر زعيم ياسق به شعبه شعبه بين الشعوب العالم استطلاع رأيي لأكثر من أربعين دولة أربعة وتسعين في المئة من المصريين يؤكدون قدرة رئيسهم على إدارة الشؤون الدولية ده منشط الأهرام ذات صباح مبارك أكثر زعيم بيسق به شعبه بين شعوب العالم الحقيقة أنت طبعا وقتها لما قريت المنشط ده حسيت أنه مالله أن أهرام وعدته هنعمله إيه طيب لكن نفسه هو مبارك بعد ما تقبض عليه أو بعد ما قامت صورة يناير نفسه مبارك اللي تلعن على صفحات الأهرام بنفس الطريقة بنفس المنشطات فطلع مبارك اللي كان بيسق به شعبه أربعة وتسعين في المئة طلع نفسه مبارك حرامي وأولاده سرقين ومش عارف إيه وشنع وجابه بقى كل حاجة نفس الأهرام نفس الأهرام وطبعا لأن المنصب خلا بتنحي مبارك فدوروا على صنم جديد وأصبح عنوان الأهرام للصنم الجديد ما اختلفش كتير عن مبارك أكثر زعيم نشوف بقى الأهرام وغيرها يكتبوا إيه عن مبارك عن الصنم الجديد أسرار تنشر لأول مرة العالم ينتظر نفسه مش عارف إيه النجيب محفوظة نبقى بوصوله للزعامة الموحدة مش عارف إيه ده السيسي الرئيس اليوم أكملت لكم برنامجي ورضيت لكم التنمية منهجا المسيح المخلص نفس الجرائد نفس الجرائد محطات من المخابرات إلى زعامة العالم نفس الجرائد نفس المنشتات مجالة جون أفريكا الفرنسية السيسي زعيم غير العالم نفس الجرائد نفس الحبر السيسي يحصد ثقة زعماء العالم تسع شهادات توسق المرحلة السيسي يقطف الأضواء في نيويورك خبراء الرئيس نال ثقة العالم بقى أجمع نفس المصي معلم وكيل أوافي الشرقية تبرع إلى آخرية نفس القصة بالضبط القصة بس إن تشاء المبارك وتحط ما كانوا سيسي الجرائد هي هي السؤال يا أستاذ عماد حسين عايز في إيه حرية رأيي؟ أو ها مش حرية؟ إذا كان اللي موجودين في الوسط كلهم رعاعة إذا كانوا كلهم من أمثال حضرتك كده إذا كانوا كلكم بتجيبوا بني آدم عادي وتجننوه إذا كان أي بني آدم بيوصل للمنصب ده بالقوة والتجبر أو بأي طريقة بتوصلوا المرحلة إنه يصدق إنه الحقيقة لا ينطق عن الهوى ويبقى عنده حق السيسي ويتعزر لما يلاقي رجال دين مسيحي ومسلم ومثقفين وجرائد كل يوم الصبح المنشطات على إنه الحقيقة أجمل منك لم تلد قتل نساءه خلاص خلصت أي شخص طبيعي تجنن أنتوا اللي بتجننوا الناس أنتوا اللي بتصنعوا الفرعنة أنتوا الكهنة بتوع المعبد اللي بتتكسبوا من الطريقة دي ما فرقش السادات عبد الناصر كان هو الزعيم اللي غير العالم مات عبد الناصر جاء السادات بقى السادات هو اللي غير العالم مات السادات جاء مبارك بقى مبارك هو الزعيم اللي هم يعرفين مشي مبارك جاء السيسي فبقى السيسي هو الزعيم اللي ولو جزمة السيسي جات نكتبه نعمس القصة عن جزمة السيسي نفس الطريقة نفس الآلية عايزين هامش حريف إيه أنتوا رعاع أنتوا قماشين على نفس المنهج ده من سنة سبعة وتلاتين مات الملك ليحيا الملك في نفس اليوم في نفس اليوم اللي بيتم فيه إعلان وفاة الملك أحمد فؤاد الأول بيتم إعلان الملك فاروق الأول وده كان عيل ده الوقت ده أحمد حسين سابق ده الوقت ده كان في إنجلترا وقتها وكان داير مع البنات ومقضيها ومليطة وكان صغير في السن لدرجة أنهم قاعدوا يحسبوا له عمره عشان يعينوا ملك لأنه كان عيل العيل ده العيل ده الصغير اللي ماكملش وقتها السن القانوني لما يقرأ ليحيا الملك وتبتدي الجرائد بقى تنفخ فيه لازم يتجنن لازم فعلا يتجنن نفس المنهج مات الملك يحيا ما فيش لحظة بص ما كانت النفاق صعبة أنت تعرف فرن الأسمنت مثلا علميا من ساعة ما الخواجة بيفك بيدرب فيه آخر مصمر ويدور من الصعب جدا أنه يقف لأنه لو وقف تبقى مشكلة لازم يدور 24 ساعة فرن الأسمنت كذلك فرن النفاق ما فيش لحظة يا راجل تب استنوا جعلوا على الملك اللي مات شوي تب خد فرصة يا راجل خد نفسك خدوا كده فرصة وانشروا الملك اللي مات ده وقعدوا بقى انشروا صوره هو على الحصان وصوره هو في المقبرة اعملوا جاوه إنما كده هو فده مش صورة ده منهج ده الحقيقة منهج فكري بيتحكم في الصحافة والإعلام المصري ده منهج فكري يا سادة ماشي عليه أو ماشي عليه الإعلام المصري من سنة 37 وربما من قبل بس الأهرام أقدم يعني منهج فكري مات الملك ليحيا الملك مش مهم مين اللي جاه المهم من اللي جاه عنده القوة عنده السيطرة عنده العصابة يبقى لازم نمجده في نفس اللحظة السيسي فجأة من أول سنة بقى راضيته لكم برنامجي والتنمية منهجا على نفس غرار كلمة الرسول صلى الله عليه وسلم اليوم راضيته لكم الإسلام دينا نفس القصة فأصبح رسول فلما الراجل يقول أنا ربنا خلقني خلاص تعرف أنه الجنن الجنن لأنه دول جننون عايزها مش حرية في إياه أستاذ عماد لما أكل عشكم على النفاق ده عايزها مش حرية في إياه أستاذ عماد لما أنتوا تسيبوا قمة عربية عشان تقودوا تعملوا فتة على انسحاب الأمير تميم اللي هي نفس الحركة اللي عملها في البحر الميت السيسي عايزين هامش حرية في إياه ده لو جتلكوا هامش حرية انتوا شتبقوا مجودين والله العظيم مصر لو فيها حرية أمثال دول مش هبقوا موجودين أصلا لا أعمد أديب ولا عمر أديب ولا أعمد حسين ولا الأشكال دي تبقى موجودة لأن لو في حرية موجودة هيطلعوا كتاب بجد وديك شفت لما قنواتنا من موشيلن دي وأغدى حرية أصبحت أكتر مشاهدة من قنواتهم ملش لأن أنا عبقرة ولأننا أغنى على العكس خالص بس أننا عندنا حرية لو عندنا هامش حرية أو حرية بجد في مصر داخل البلد ما كنتش هتشوف نشعة تديه المعوق ده ما كنتش هتشوف الأشكال دي كنت هتشوف أشكال عندها موهبة عندها معارة وعندها ضمير خلاص القمة خلصت ما فيهاش غلقتة أن الأمير تمام مشي إزاي والكوميكس اشتغل والزور في بقى بقى على آخره أبوه كلمه ها ها غي والجولان والقدس والخيبة اللي كان فيها الزعماء العرب لا ما فيش قمة خلصت القمة عم منعم سعيد نفسه في المقال ده أو في اللقاء ده بيقول إيه معلش ما ننتظرش من القمة كتير لأنها كانت قمة يوم واحد ليه؟ ما كانوا يعودوا وراهوا مزوا عما بيشتغلوا إيه؟ السيسي بيشتغل إيه الصبح الملك سلمان بيشتغل إيه لما بيصحب للنوم أي زعيم دولة العربية بيشتغل إيه؟ أنت عيسي خنانة زعيمة للدولة العربية بيطلع يشتغل الصبح بيطلع ياخد العربية ويلزل يحط إيده في الساعة عشان الحضور انصراف ما عندوش حاجة ولا زعيم عربية أسهل شيء في الدنيا أنك تحكم دولة العربية هات جيش وعصابة وشط حرمية وتحكم الدولة لو أراك شغلة ولا مشغلة ولا أي حاجة بالبالعكس فيه نازل تطلع لك البخور قمة العربية خلصت خلصت ما عادش فيها غير انسحاب التميم من البتاع والضحك والهزار والخبة طيب ما فيش آه نستقول لك قبل ما ممشي سيبك من مات الملك وياح الملك سيبك من الحرية وهامش الحرية ده طلعوا أن أحمد أبو الغيت نجم النجوم ده طلعوا أن أحمد أبو الغيت الحقيقة هو العربي الوحيد هو صلاح الدين الأيوبي أحمد أبو الغيت الإعلام المصري على طريقة الزعار والعيارين والناس دي بينفقوا في أحمد أبو الغيت بعد الحركة اللي عملها والكلام اللي قالوا على تركيا وقطر مطلعينه أنه صلاح الدين الأيوبي مطلعينه أنه العربي الوحيد اللي شايل درع وسيف واقف قدام الصهينة ونسيين خالص إن أحمد أبو الغيت ده فالفين وتمانية كان واقف جنبة سبي ليبني وزيرة خارجية إسرائيل وقتها وهي بتعلن إنها هتضرب إسرائيل مش مسدق اتفارق على أحمد والغيت جنب الموزة على حماس أن تعرف أن إسرائيل لن تقبل هذا الوضع كفا كفا وعدت ليبني فوفت الطائرات الحربية الإسرائيلية لكن بأي ثمن وفت بمزيد من القتل في القطاع الحزين كان المؤتمر الصحفي منعكدا في عاصمة عربية قبل أن تلقي الطائرات الإسرائيلية حمولتها على غزة بـ 48 ساعة تقريبا دي تسيب ليبني اللي بتقول إنها يعني نامت مع عدد من الزعماء الفلسطينيين ويعترفت بكده دي كانت وزيرة خارجية إسرائيل المكان ده هو أصل الاتحادية في القاهرة بتعلن من القاهرة في 2008 إنها هتضرب غزة مين وقف جنبها؟ أحمد أبو الغيت ما قالهاش خسئتي أياتها الكذا لا على فكرة أقول لا أياتها الكذا تقول لهم مرسي لأنها الكذا فعلا ما قالهاش سكلتك أمك ما قالهاش أي حاجة بالعكس ده هي كانت سخنة قوي فكتة تقع فسندها بين إيديها خاف الراجل عليها وماليدي صاروة قومية ده أحمد أبو الغيت بتاعكم هو ده أحمد أبو الغيت أيام ما كان وزير خارجية هو ده أحمد أبو الغيت اللي الصهيونية دي وقفة تقول هنضرب حماس وهنضرب غزة وهو وقف جنبها بيعدل لها المايك كأنه تيكنيشن المعلم بدل ما يوقف جنبها هنا ويجي واخدها بكوعة أو بظهر إيده كده ألمين يخنفها وقف جنبها عادي جدا وهو بتقول هنضرب غزة كافة يعني كافة ده أحمد أبو الغيت اللي انتوا عامنين وذكر وسبع رجالة ببعض برام الدين عبدين أحمد أبو الغيت هو نفسه اللي لما قطر دعت إلى قمة عربية عشان ترد على عدوان غزة هو نفسه اللي اعترف بأن مصر هي التي أفشلت هذه القمة تخيل مش هتصدق طب مش هتصدق اسمه أحمد أبو الغيت لما سخن بس خلي بالك من أداءه الجسدي تفرج تفرج أسد هصور لقوا معا مين بص المغبر فرح اسمه أحمد أبو الغيت لما قطر دعت إلى عقد قمة عربية طارئة لبحث عدوان إسرائيل على غزة بيسألوا أحمد عمر قديم مين اللي أفشل عقد القمة دي بيقولهم أيوة احنا اسمع كده طارئة تستضيفها الدوحة بعد قدن الجمعة إلا أن نصاب هذه القمة قمة قزة ما أن يكتمل حتى ينقص حسبي الله ونعم الوكيل كلما اكتمل النصاب نقص وحسبي الله ونعم الوكيل أيوة أيوة إحنا مصر أنت لبص القمة أيوة كلما اكتمل النصاب نقص أيوة لأنه في منهج وفي سياسة وفي هدف وقف إطلاق النار وليس مجرد القمة لما تعقد لازم تعقد بالإرادة المشتركة والتصديق والموافقة للرئيس مبارك والملك عبدالله مجتمل ده أحمد أبلغيت اللي الصحافة والإعلام المصري عملوا ذكر عملوا ذكر لأنه قطع قطر وتركيا في قمة تونس هو نفسه لم يجرؤ أنه يضرب تسيب بليفني جنبه هي بتقول هنضرب غزة هو نفسه اللي بيعترف أن الدعوة لقمة عربية طريقة اللي جاية من قطر إحنا اللي بوزناها لما أمير قطر السابق يقول وكل ما يندور عن نصاب القانوني عشان يكتمل يبوز وحاسبي الله ونعم الوكيل حاسبي الله ونعم الوكيل في اللي بيوازها فيرد وعمر أديب مبسوط قوي هو أحمد موسى أن القمة إحنا اللي بنفشلها يردوا لهم أيوة إحنا اللي أفشلناها هو ده هو ده العروبي العربي هو ده المدرسة النصرية هو ده المواطن المسلم اللي سايب غزة تضرب ويفشل القمة لأنه كره قطر لأن الدعوة لم تأتي لا من مصر ولا من الملك عبد الله هو بيب مبسوط جدا هو نفسه اللي لما لفني تقول هنضرب غزة وقف جنبها عادي جدا كأنه بيعدل لها المايك هو ده اتذكر بتاعكم هو ده الوطني وفي الآخر يا أستاذ عماد حسين أنت والرعاعة اللي زيك عايزين حرية أو همش حرية ليه تعملوا بيها ايه ده أنت يا أحمد أبلغي ده أحمد أبلغي مجرم ده كل شهيد سقط في غزة كل مصاب سقط في غزة لابد أن يحاكم عليه أحمد أبلغي لأن الإعلان الضرب كان هو واقف وفشل عقد القمة طارئة لوقف الضرب كان هو السبب باعترافه هو إذن كل شهيد سقط في غزة في 2008 يسأل عنه ويتحاكم عنه أحمد أبلغي اللي النهاردة وسائل الإعلام المصرية بتطلعوا على أنه بطل جسور هصور وسبع رجالة ببعض شفت الخيبة بتاعتنا عرفت أن إحنا مش نتقدم خطوة قدام وأن كل اللي عمله السيسي وأن كل إنجازات صورة يناير عمل ورجعها تاني للعهد النصري فأصبحنا بنشتغل بطريقة مات الملك ليحيا الملك والله الذي لا إله إلا هو جمال مبارك لو جاء كان هتتعمله نفس الحفلات دي والله العظيم علاء مبارك لو جاء كانتتعمله نفس الحفلات دي إنما لإني علاء وجمال مجوش فيتشتمه النهاردة الرسالة الأخيرة للسيسي لو أنت بتفهم كويس أوي استوعب الدرس اللي حصل لمبارك الكلاب دي كانت كلها بتسبح بحمد مبارك والكلاب دي نفسها لما بقالها سيد جديد بقت تشتم مبارك يوما ما الكلاب دي نفسها بما فيهم خلط صلاح بالعصابة دي كلها هتقطع لحمك ولحم اللي جابوك هو الدرس واحد منشط الأهرام سنة الثلاث سبعة وثلاثين عاش الملك مات الملك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر